حزب الشعب النمساوي يرفع دعوة إساءة استخدام السلطة ضد وزيرة البيئة والموضوع ده كان متعلق بوزيرة البيئة جيفيسلان واللي قررت أنها أو بس أنا أعتقد أن القرار ده كان قرار حزبي يعني داخل الحزب هم من قرارينه وأعتقد أيضا أن هذا القرار يعتبر من أولى الحملات الانتخابية لحزب الخضر للناخبين بتوع حزب الخضر أنهم بيقولوا لهم أن إحنا على المبدأ حزب الخضر بيتبنى تأهيل الطبيعة موضوع المساحات الخضرة موضوع البيئة الأساسية وإن كان لابده كان يكون هناك توافق بين وزارة الزراعة النمساوية ووزارة البيئة ولكن ده كان قرار أحادي منها وإن كان لاقة الموضوع ده تشجيع من فيرنا كوجلر اللي هو نائب المستشار وقال له نحن ملنا بربطة أطفال آه وقال له نحن ملناش نحن ملناش نحن ملن لسنا في ربطة أطفال كما قال يعني فيرنا كوجلر يعني سيد الكريم مع الأسف الشديد الحكومة النمساوية بحزبي الخضر والشعب مع الأسف الأسابيع الأخيرة يعني صاروا شيء مخجل شيء مضحك يعني صاروا التصفيات الحزبية ما بينهم بعضهم بعضا الوزيرة جيفيسلر المحترمة والتي أنا أعرفها صراحة إلى حد ما إلى حد ما شخصيا إنسانا مثقف للغاية وموضوعية للغاية ومتوازنة للغاية وهم في المرحلة مرحلة الاتلاف الحكومي الاتلاف الحكومي في العام 2019 عندما اتلف الشعب مع الخضر أنا كنت في موجود فيه عندما قراءة البرنامج الحكومي ماذا قالوا لك؟ قال لك حزب الشعب وحزب الخضر قال كل وزارة مسؤولة عن القرارات التي تأخذها وليس بالضرورة أن تعود إلى الشريك في الاتلاف الحكومي لأخذ موافقته يعني عندما بدي يقوم وزير داخلية بسن قوانين معينة ليس مضطر لأن يعود لشريكه في الحكومة لا بس فيه اجتماع وزاري اجتماع وزاري لازم يبقى فيه توافق لا 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 هذا آلويا سيد الكريم أنا هذا الكلام هذا إذا بترجع أنت ببروتوكول بالبروتوكول الذي وقع ما بين حزب الشعب وحزب الخضر في هذا الوقت اتفق لهذه النقطة لأن أنت تعرف منطلقات حزب الخضر مختلفة بشكل جزري عن منطلقات حزب الشعب وده له برنامج وده له برنامج أو تبع كذا وتبع حقوق إنسان هذا كتبع اقتصاد وحكم صارم وشديد وكذا فكيف التقوا ودهك الوقت كان من المستحيل أن يجلس يجلس سيبستان كورس مع هيربت كيكل بعد الفضيحة الأخيرة يعني وأيضا ليس عندهم توافق مع برنامج لأنه حتيجي وتقاسمه على الوزارات وهو بده حزب الشعب أكثر يعني الوزارات السيادية فبالتالي السيدة جيفيسلر ماذا قالت؟ قالت نحن قمنا بإجراء أو بالتصويت الذي قامت ويده بالبرلمان الأوروبي في المفاوضية الأوروبية بالكسنبورق قبل أيام قالت أننا نحن استنادا إلى الدستور وللاتفاقيات المبرمة داخل الحكومة طبعا أبا سينا هي بتمثل النمسا بتمثل النمسا ولا هي سيد الكريم أنت سألتني وأنا سألتني وأنا عم شاوبك فبالتالي هي مستندة لشيء يعني مش معقول هي إذا جيفيسلر حطت نفسها بموقف ستسجن يعني اليوم بقول لك رفع عليها دعوتين واليوم في دعوة ثالثة رفعت على السيدة جيفيسلر الدعوة الأولى في البرلمان الأوروبي لطعن بالحكم أو بالقرار الذي في محكمة العدل الأوروبية وأيضا إساءة استخدام السلطة في النياب العام في فيينا للمدعي العام إساءة استخدام المنصف واليوم اتحاد الفلاحين أيضا قام بالإدعاء ضد جيفيسلر قال لأن هذا القرار هذا القرار يعني لا يخدم مصالح الفلاحين في النمسا فاليوم ثلاث قضايا مرفوعة ضد هذه الوزيرة وتنص الوزير الزراعة البردو ما كانش فيه اتفاق بينه لأن كان المفروض يكون فيه ولكن هذا البيئة البيئة والمناخ هذا الزراعة شيء مختلف عن موضوع البيئة بصراحة موضوع معقد أكيد أكيد يعني نحن لن نفتي فيه بصراحة بطريقة بطريقة يعني أن هذا الموضوع نهائي أكيد حزب الشعب عندما رفع قضية يستند إلى القانون 302 بالدستور أو بكتاب عفوا بالقوانين وأيضا جيفيسلر عندما قام في هذا التصرف أيضا تستند إلى قوانين فالآن فعليا نحن ضمن صراحة محامية وصراحة قضاء معين الله بيعلم إمتى بينتهي طيب بس انت شايف يعني أن رئيس حزب الخضر فيرنا كوغلا واقف بجانب وزيرته جيفيسلر أكيد واللي هو قال عليه لسته في روضة أطفال نعم يعني في تخيلك يعني منظر الاثنين رئيس الحكومة والنائب بتاعه بعد تبادل للتهمات دي ما هذا ليه إزاي يقدروا يقرروا ليه قوانين تخص الدولة وهما فما فيش توافق بينهم حتى على مستوى صحيح المستوى الكلام العادي والدليل يوم الأربعة اللي فات يعني ألغوا الاجتماع الوزاري الاجتماع الوزاري كل يوم أربعة دائما فيها الحكومة النمسوية اجتماع الوزاري يبدأ من الساعة السامنة صباحا تقريبا حتى الحدي عشر غريبا بيكون بعدين في مؤتمر صحفي ما بين العاشرة والأحداش على هو والنهاردة المستشارين قاطعوا الاجتماع بتاع وزيرة البيئة ضبط اليوم أيضا تم مقاطعة وزيرة البيئة كانوا اجتماع في فورل بير كارنتن والنمسا العليا والسفلة وتيرول أعتقد كمان تيرول وفورل بير بس غريبا أني رغم كل ده والمستشار ما زال بيصرح ويؤكد أني هناك اتفاق في الحكومة واستمرار للحكومة حتى الانتخابات هنا السياسة سيد الكريم هنا السياسة هنا 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 البعد البعد السياسي الذي يستخدمه السيد كارني هامر فعليا هنا يثبت أننا كما قال أيضا يعني يعني هو قال لفيرنا كوغلا أيضا نحن لسنا في روضة أطفال وعاكن بأسلوبه يعني كان بإمكانه رده أن حزب الشعب أن يفسخ هذا عقد الحكومة ويذهب إلى انتخابات مبكرة ولكن على جميل حالات كانت الانتخابات لن تكون قبل التاسع والعشرين من تسعة ولكن هنا كارني هامر قال لك لن نكون نعمل بردة الفعل وسنستوعب هذا الحدث حتى لو كان يعني لا يرقى لنا ويخالفنا وهذا الكلام يعني هنا حزب الشعب شعر بنقص السيادة عنده يعني هو عادة المتحكم بالقرارات واللي هو بيقرر واللي هو بيقول واللي هو بيعمل فإجا شخص حزب الخضر يعني بقصد جدلا قال لك نحن خرجنا من هذه العباءة وسنعمل على سياسة أخرى وسنعمل وأخذنا وأخذنا قرار بعيدا عن التوافق الحكومي فبالتالي السياسة العليا لحزب الشعب قالت لك خلينا مستمرين لنشوف ما بدنا نخسر لأنه عارف نفسه أي هزة اليوم لحزب الشعب ستسبب له خسائر إضافية لن تصب إلا فيها صالح أنا من وجهة نظري إن الحكومة لإتلاف انتهى دي من وجهة نظري شخصية لإتلاف انتهى أخلاقية انتهى ولكن ولكن هو يمكن ما انتهاش على الورق لكن الشكل العام لإتلاف انتهى ولكن كارني هاما كان قراره سياسي من الدرجة الأولى لو كان حزب الشعب أعلن انتهاء الإتلاف دلوقت كان هيقوم الشعب أو هيقوم الناخبين عليه إن حزب الشعب كل شوية يفصل حكومة كل شوية ما يكملش حكومة فكان ده يعود بالسلب عليه بالضبط لكن هنا في الحقيقة الإتلاف انتهى أنا لا أعتقد إنك هتشوف من هنا لغاية الانتخابات قرار موحد بين المستشار النمساوي ونقبه فيرناك كوغلا هذا كلام صحيح